اسمي رميثاء البسعيدي عمري 32 سنة أنا ناشطة بيئية واختصاصية استزراع السمكي ونحن حالياً في مصقب سلطنة عمال الخراطة في مجال استزراع السمكي جاب طريقة طبيعية جداً أنا اتخرجت بماجستر في علوم البيئة ورجعت للسلطنة من هولندا واستكشفت استزراع السمكي كما جاء له وإمكانيات كبيرة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل للسلطنة أحب وطني أحب عمال بناسها بطبيعتها بكل اللي فيها وبالنسبة لي أنا شخصياً قررت أني أنا أرجع لعمال عساس أنه أثري البلد بالمعرفة اللي تعلمتها واكتسبتها وأنقلها للجيل الجديد وبكذا الكل يستفيد أنا مؤمنة بمقولة أن المستقبل لمن يؤمن بأحلامه مريت في الحديات كثيرة حياتي من ضمنها في التحليل الرياضي يوم باديك والانتقاد الكبير كان أن المرأة ما تقدر أنها هي تحلل رياضة بكرة القدم بس في النهاية أمنت بحلمي وحققته وكملت في التحليل الرياضي لهذا اليوم جاء يوم من الأيام وكلمت جدي لأني بغيت أروح للقطب الجنوبي وقال لي مستحيل بتروحي لأنك أنت متحجبة وكذا بس في النهاية قبلتها كتحدي وقلت له رح أثبت لك وأثبت للكل أني أنا قدها وقدود وأن المرأة المتحجبة وإلا المرأة المسلمة بشكل عام قادرة أنها هي تحقق أمانيها مهما كان نعيش حالياً في القرن الواحد وعشرين وبكذا أنا مؤمنة أن الشباب هم المفتاح لإخلاق الفارق وإحداث التغيير في العالم فيما يخص المناخ فيما يخص البيئة فيما يخص المجتمع بشكل عام بصالتي أن خلونا نحن مع بعض خلونا نشتغل مع بعض لأنه يداً بيد نبني المستقبل ترجمة نانسي قنقر